السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله هنبدأ في شابتر سيكس وهذا الشابتر بتتكلم عن الكيميكال كالكوليشنز فورميولا ماسيز مولز ان كيميكال اكويشنز يعني بتتكلم عن الحسابات الكيميائية الكتلة الصيغة وكذلك عن المول والكيميكال اكويشنز اللي هي المعادلات الكيميائية. اول شيء هنتحدث عن اللي هو الفورميولا ماسيز الفورميولا ماسيز. الفورميولا ماسيز هي عبارة عن اه سم. اوف اوف ام، سم تطبيقات كيميكال كيميوله غوري و الوسطى. يعني بمعنى انه الفورميولا ماسيز هي عبارة عن مجموع الكتل الذرية لجميع الزرات الموجودة في الصيغة الكيميائية في المعدة ناخد مثال على ذلك الآن لو أخذنا التن فلورايد أو التن 2 فلورايد زي ما أنت شايف أو أخذنا الألمنيم هيدروكسايد لما نحسد الفلورمولا ماس بتاعته حيكون عبارة عن كم من التن موجود عندي عندي واحد ذرة قالت ايش من الفلورايد الموجود عندي عندي ذرتين من الذرات تو أتمز أو في الورايد وإذن معنى ذلك أنه نحن نجيب قتلة كل واحد منهم هذه القتلة بالجدول الدوري لهم بالساوي 118 71% أتميك ماس يونت وحدة الكتل الذرية لكل ذرة من إذن حيساوي 118 71% أتميك ماس يونت نفس العملية هنحنضرب 2 في الوزن الذري للذرة برضو 19 100% أتميك ماس يونت حيعطينا 38 0.0 أتميك ماس يونت لما نيجي نجمع الاثنين حيعطينا 156 أتميك ماس يونت هذا اللي نسميها الفورم يوناء ماس ممكن نحن طبعا يعني نبسط العملية بشكل أكبر كثير من هيت نقول يعني عندي أنا ضرة واحدة من التن مضروبة في الأتميك ماس يونت بتاعته الهي 18 وعلى 70 في 100 حيث تطلع نفس القيمة نفس العملية لو احنا برضو يعني شفنا الفلور عندي ضرتين ضرتين في الكتلة بتاعته هنا إذن حيعطيني حيعطيني لو 38 وحتطلع نفس القيمة اللي هنا إذن احنا هذا العملية تبصير لحساب الماس فورميلا لو نحسب الألمنيوم هيدروكسايد هنلاقي الألمنيوم بساوي 1 ذرة الأكسوجين بساوي 3 ذرات 3 1 والهيدروجين برضو 3 1 بساوي 3 ذرات ونضرب كل واحدة في القيمة الأتميك ماس يونت بتاعته وفي النهاية هنجمعهم وحيعطيني 78 واحد من 100 أتميك ماس يونت يعني عملية بسيطة جدا لو احنا جينا نحسب مثلا هنا مثلا الماس المركب الموجود عندي اللي هو عبارة عن صوديوم ثيو صالفيت نحسب مثلا هنلاقي اثنين صوديوم اثنين في الأتميك ماس يونت تعته واثنين في الأتميك ماس يونت الكبريت وثلاثة لا كبريت لالأكسوجين لما نيجي نشوف اليوريا مثلا ايضا لمن اللي نحسب ثم كبريت سيونت له نفس العملية هنقول انه اول حالي قديش عندي هيدروجي صودي نيتروجين اثنين في واحد باثنين نيتروجين قديش هيدروجين اثنين في اثنين اربع هيدروجين واحد كاربون واحد اكسجين ونيجي نحسب المول بنا نحسب المول بطريقتين طبعا المول فيما لو كان بمثل لو كان تين جونت فور كيمست اللي هي طبعا المول هو بمثل كمية عشان احنا نعبر عن اي كمية كميائية ممكن نعبر عنها بالمول عبر عن اي كمية كميائية بعبر عنها بالمول زي ما بعبر عن الوزن بالجرام وبعبر عن الاطوال بالمتر وبعبر عن اي وحدة من الوحدات اي قيمة من القيم اي اي واحدة من الوحدات وارضو الكمية المادة انا بعبر عنها بالاماوت اذا هنا بنقول the quantity of material in sample of substance can be specified either in terms of units of masses or in terms of units of amount يعني اي بعبر عنها بوحدة الكمية او بوحدة الكتل نجح نشوف المول ماذا يساوي عندك المول عدديا بساوي افغادروزنبر اللي هو القيمة هاده اذا مول ايقوال 6.02 ironically 33 اوبجكتس اوبجكتس ملاعا اي شاء يعني هذا عدد واي بساوي اوبجكتس اي قيمة الحديم من اي شيء قيمة عددية من اي شيء لكن احنا清楚 اننا عن الكيمياء تكلم عن القيمة العادية مثلا من المادي اذا سيتساوي يعني واحد مول من اي مادة بيساوي اللي هو عدد افوغادرو عدد افوغادروز اللي هو هنا عدد افوغادروز is the sum given to the numerical value 6.02 times 10 to power minus 3. اذا هذه القيمة العددية باطلق عليها افوغادروز اذا اي مول بيساوي من اي مادة بيساوي عدد افوغادرو اذا واحد مول من اي مادة بيساوي عدد افوغادرو من الوبجيكتز لو انا بتكلم عن مثلا ذرات هقول بيساوي واحد مول ذرة لو بتكلم عن جزئه هساوي واحد مول جزئه لو بتكلم عن ايون هقول بيساوي واحد مول من الايونات زي ما هنشوف الان ان شاء الله تعالى. اه مثلا القيمة اللي انت شايفها هاده انه اي واحد مول بساوي قيمة افغادروز نمبر من الوبجيكتز. اه بدي اعمل ما بينها الكونفيرشن فاكتورز. اذا لازم يكون في عندي زي ما احنا عارفين توكونفيرشن فاكتورز. اعبر عن هذا القيمة. الكونفيرشن فاكتورز. الكونفيرشن فاكتورز الاول ممكن اقول والله انه اه ستة واثنين من مية في عشر وسثلاثة وعشرين لكل واحد مول او اقول واحد مول لكل اه سيكس بوينت زيرو تو تايمز تين توبار تونتي اثري. اذا هذول الصوتين اسمهم الكونفيرشن فاكتور. ابه هو عوامل التحويل. عوامل التحويل. اه خلينا ناخد السؤال على هذا الامر نقول هاو هاو ماني اوبجيكتز ار دير ان ايتش اف دا فولوين كونتيتز. اه قديش عدد الوبجيكتز. قديش عدد الوبجيكتز. الموجود في الكميات اللي في ايه وفي بي. يعني في الكمية ايه. اه بقول لي احسب عدد الكميات الموجودة في الكمية ايه. اه اللي هي الكمية بس هو زيرو بوينت تو ثري مول ميليسبرين موليكولز. اذا انا الان بدي احسبها هقول. المولز اوف سبستانس. عشان احوله لبارتيكلز. لانه هانا بتكلم عن عدد. هاو ماني. اوبجيكتز بتكلم عن عدد. اذا هانا لازم انا نجيب انا العدد. البارتيكلز اوف سبستانس. اذا اعطينا اعطاني هو المولات. عدد المولات. اذا المولات اللي هي عبارة عن المول بدك تحوله للأوبجيكتز. المول عشان احوله معناه انه انا بدي اضرب في عدد افوكادرو. اذا هنا الكونفيرشن فاكتور انفولفنج افوكادروز نمبر. انفولفنج افوكادروز نمبر. اذا اللي بدي اجيب عدد المولات. هاي عدد المولات زيرو بوينت تري تو تري مول اسبرين موليكولز. ايكول وقت اوف سبرين موليكولز. كليش بتساوي ملسبرين موليكولز. اذا ل devi عدد المول الجمعين. اذا لدي عدد المول الجمعين. اذا المول بدك تحوله لعدد من المولكنز. اذا هايكون عندي هنا اه العدد المولات عدد المولات هنا اه مضروب في اللي هو احد الكونفيرشن فاكتور لانو انا لما اتكلم هنا عن كونفيرشن فاكتور هنا في صورتين اي صورة هتلزمني في العملية هذي انا بقى احطها طبعا هتلزمني في الصورة هذي اللي هو اللي بحددوها انا المول اذا انا عايز عدد مادم عايز عدد لازم يكون العدد فوق لازم يكون العدد فوق اذا الصورة اللي اخذتها هي الصورة الاولى من الكونفيرشن فاكتور عبارة عن 6.02 x 10-23 لكل واحد مول اصبرين موليكولز اذا واحد مول المول حيروح مع المول وحيضل عندي هنا اصبرين موليكولز اذا لازم يطلع في الاجابة السبيرين موليكولز اللي هو هذا المطلوب اذا اجي اضرب 0.23 x 6.02 x 10-23 وحيعطيني القيمة بتاعتنا اللي هو 1.4 x 10-23 سبيرين موليكولز سبيرين موليكولز اذا هذا هي عدد السبيرين موليكولز الثاني برضو 1.6 قديش فيه اكسجين اتومز قديش فيه ضرات من الاكسجين اذا واحد مول من الاكسجين اتومز قديش فيه عدد من الظرات اذا واحد ستة من عشرة مضروب في عدد افوغادروز في عدد افوغادرو ويعطيني برضو نفس السؤال الاول 9.6 x 10-23 اكسجين اتومز اكسجين اتومز ما لانه هو قالك انه بده الذرات هانا قالك بده الجزيئات نفس العملية the mass of mole قديش كتلة المول الكتلة تاعت المول اللي هي انا بدي اطلق عليها المولار ماس المولار ماس the molar mass is the mass in grams of substance that is the numerically equal to the substance is formula mass اذا المسألة بسيطة جدا بدل انا ما اقول مثلا المول الكتلة الفورميولا ماس لمثلا الصوديوم 23 باقول المولار ماس له بالساوي بدل ما اقول 23 اتمك ماس يونيت في حالة المولار اه في الفورميولا ماس لانه انا قلتك الفورميولا ماس اتمك ماس يونيت لكن لما اقول المولار ماس معناها بدي اعبر عنه بالجرام بدي اعبر عنه بالجرام عشان هيك لما اقول 23 للصوديوم 23 ايه هقول المولار ماس له 23 جرام اذا هرفع فقط الاتومك ماس يونيت وحط بدلها لجرام اذا واحد مول من التن توفل ورايد اللي اخدناه قبل شوية قلناه بالساوي الويتس بتاعه مية وستة وخمسين واحد وسبعين من مية اجرام اجرام اذا نهانا بالساوي ها يكون بالساوي اله طبعا الان احنا زي ما انتا شايف في عندي اه الثاني اكسيد الكربون اللي بدي اعرف غدى آخر يعني كل واحد مول منه بالساوي جريهم اجرام ايطه اذا واحد مول من ثاني اكسيد الكربون الفورم يونماس بتاعه بتاعه وغده اربعة واربعين واحد من مية ايتمك ماس يونيت هذه بالنسبة للفورمولا فورمولا ماس طب المولر ماس معناها هحسير قديش بدال أتميك ماس يونت هحط بدالها إجرام إذن لو حطيت إجرام معناها تكلمت عن المولر ماس الكتلة المولية كتلة المولية إذن فيه فرق بين الكتلة الصيقة والكتلة هيش المولية كتلة الصيقة تقاس بالأتميك ماس يونت أما الكتلة المولية تقاس بالإجرام وهي نفس القيمة العددية إذن from the statement equality two conversion factors can be written يعني برضو أنا هعمل الconversion factor في عندي two conversion factors في هذه العملية اللي إما أقول 44.01 جرام كاربون ديوكسيد over one more كاربون ديوكسيد or one more كاربون ديوكسيد over 44.01 جرام كاربون ديوكسيد الآن نأخذ السؤال نشوف acetaminophen اللي هو هذا يعتبر يعني مسكن بين killing ingredient in chelionol formulation has formula إذن الفورميولة تعطاني إياها هايها C8H9O2N احسب الكتلة بالجرام احسب الكتلة بالجرام فيما لو كان عندك منه 0.30 مول من السامبل من البين من المادة المسكنة للألم طبعا كل الكلام هذا معلومات السطر الأول بيعطينا معلومات الكل الشيء المهم هنا اللي هو الصيغة بتاعت المادة البين كده وإيش هو مطلوب عندي إذن هو مطلوب لهذه المادة مطلوب أحسب الكتلة بالجرام بمعلومية عدد المولات إذن الآن هقول المول سيعطينا المول اللي قبل كنا بتكلم مول وعلاقته بالأوبجيكت بالعدد الآن تكلم عن مول وعلاقته بالجرامات بالمازز يعني إذن المول له علاقة بحشتين له علاقة بالعدد اللي هو الأوبجيكت وهذا بمثل أفوكادروز نمبر وإله علاقة بالماسز لجرامز وهذا إلو علاقة بالمولر ماس إلو علاقة بالمولر ماس إذن عشان أحول من مولز إلى جرامز معناه أبدأ أستخدم اللي هو الكتلة المولية أستخدم الكتلة المولية إذن الآن بأقول أنه طبعا حسب المطلوب 0.30 0 مول من البن من هذه المادة كيف تساوي عدد جرامات منه بساوي كيف عدد جرامات منه إذن أنت أريد أن تجيب الآن المولر ماس تاع هذه المادة المولر ماس ستحسبها 8 في 12 زائد 9 في 1 زائد 2 في 16 زائد 14 وحطعطيني في النهاية 151.18 من مية أتوميك ماس يونت وهذا يتساوي بالظبط 151.18 من مية جرام لما أنا أبدأ أحاولها إلى مولر ماس إذن كل واحد مول من هذه المادة سيعطيني المولر ماس القتلة المولية منه يعني أي قتلة مولية من أي مادة معناها أي مول يساوي القتلة المولية من هذه المادة أي مول في الأرض في العالم يعني لما نقول لك خد واحد مول من اللي هو هتقول لي بساوي الهيدروجين زائد السي يعني ه واحد زائد السي ال 35 ونص هيطلع 36 ونص إجرام لو قلت لك خد واحد مول من هذه المادة معناها هتحسب الوزن الكتلي بتاحها واللي هي بيطلع 151 ونص مولا الماس 18 من 100 إذن قديش عدد المولات أنا عندي 30 من 100 هاي 30 من 100 من هذه المادة مضروب في ال conversion factor اللي هو عبارة عن عبارة عن عبارة عن اللي هو 151 ونص 100 جرام منها لكل واحد مول لكل واحد مول إذن يعطيني 45 جرام يعطيني 45 جرام وهذا صورة من صور conversion factor لأنه احنا قلنا اتزامنا أي conversion factor يعني لو إنتاج هنا تقول conversion factor لهذه الصورة إما يكون 151 100 جرام على 1 مول أو تقول 1 مول على 151 جرام إذن أنا من لازم هو بده عدد الجرام إذن لازم يكون الصورة الأول لفي عدد الجرام فوق هي اللي هتلزم في هذه العملية إذن حيط عندي 45 جرام من 45 جرام من من البين كيلينك كمان عندك يعني الآن حنشوف مثلا يعني حنشوف كمان اللي هو المولار ماس of an element is نو two natural elements have the same مولار ماس يعني ما في عنصرين طبيعيين لهم نفس الكتلة المولية إذن المولار mass of a compound is a compound leaks unique units more than one compound can have the same molar mass برضو ما في شي يعني أكثر من مركب له نفس المولار mass ناخد مثال carbon dioxide and nitrous oxide and proban all have a molar mass of 44.0 g إذن الآن المركبات هذه carbon dioxide more than one compound ممكن يكون أكثر من مركب يعني له نفس الصيغة له نفس الوزن الجزئة أو الكتلة المولية مثلا الثاني oxide carbon dynitrogen oxide و proban كل لهم المولار mass 44.0 g لما نجد نشوف هنا لما نجد نشوف هنا مثلا ال the atomic mass unit am the grams unit are related to one another through avocado's number بمعنى لو قلنا 1 gram 1 gram 1.00 gram بساوي عدد avocado بساوي هذا عدد avocado نوقد مثال توضيح على هذا الأمر الاتوميك mass للنيتروجين بالساوي mass of 1 nitrogen قديش عدد mass of nitrogen بالساوي 14 1 من 100 atomic mass unit إذن المولار mass للنيتروجين بالساوي عدد avocado و يساوي المولار mass إذن المولار mass هو عبارة طبعا أنا قلت أنه المول المول بمثل حجتين إما بمثل المادة عدديا أو بمثلها كتليا بالكتلة إذا بمثلها بالعدد أو بمثلها بالكتلة إذن 1 مول بالساوي قديش بالمول mass من النيتروجين بالساوي 14 و 1 مول أيضا يساوي من النيتروجين atom كمان بساوي 6 و 2 من 100 و 10 و 23 ذرة من النيتروجين حسب أفوكادرز نمبر إذن 1 مول بساوي 2 إذن 2 هذول بساوي إيش بعض إذن the مول is the amount of a substance that contains as many elementary particles atoms molecules or formula units as there are atoms is exactly 20 grams of carbon 6 it will الآن سأتكلم عن chemical formulas and the molar concept لو كان عندي مثلا مركب زي N2 O 4 N2 O 4 هنا سيكون في هذه الصيغة سيكون فيه عندي 2 مول من الضرات النايتروجين و 4 مول من الضرات الأكسجين لكن المركب ككل بساوي عندي 1 مول من المركب الكلي إذن كيف عندي عدد المولات من المركب الكلي بساوي 1 مول منه فقط أما عدد المولات لكل ذرة بأشوف قديش الرقم اللي هنا اللي هو السبسكريبت السبسكريبت قديش يعني قديش عدد المولات النايتروجين سأقول 2 هنا قديش عدد المولات الأكسجين لحاله سيكون 4 4 إذن بأقول the numerical subscripts in a chemical formula give the number of atoms of the various elements present in one formula of the substance إذن قديش عدد ذرات هنا في عندي ذرتين معنا عندي 2 مول من ها أنا عندي 4 معنا عندي 4 مول من الأكسجين معنا عندي 4 مول من الأكسجين إذن بأقول أنه the numerical subscripts in a chemical formula give the number of moles of atoms of the various elements present in one mole of substance يعني هنا عندي 1 مول من دين نيتروجين تيتروكسايد عدد الضرات هنا بمثل عدد المولات إذن أنا عندي 2 مول من نيتروجين و4 مول من الأكسجين وهذه العبارة هي بتمثل هذا المفهوم نأخذ مثلا لهذه الصيغة نشوف الconversion فاكتور بتاحها الconversion فاكتور بتاحها في عندي قديش نيتروجين في عندي 2 نيتروجين 2 نيتروجين 2 عفوا 2 من النيتروجين 2 مول من النيتروجين لكل 1 مول من الصيغة الكلية من الجزئ الكل أو بأقول 1 مول من الجزئ الكل في 2 مول نيتروجين الأكسجين نفس العملية هقول كيف عندي أكسجين 4 إذن 4 مول أكسجين لكل 1 مول من الصيغة الموليكول وهو 1 مول للصيغة الكلية لكل 4 مول من الضرات الأكسجين لكن أنا بستعمل الصورتين هذول هذول التنتين بمثل الكون في هذه الحالة والاثنين هذول بمثل الكون في حالة الأكسجين لكن أنا حيزمني واحد من الكون في المسائل من الأنسب هو المطلوب دائما إذا كان مطلوب مولات إذن هذا سيكون فوق إذا كان مطلوب الكمية الموليكول تاعة الموليكول كله وحنأخذ هذا الكون فاكسجين سنرى هذا الكلام واضح في المسائل الموجودة عني بقول أن الحمض اللاكتيك بإذن هذا الكلام معلومات بيعطيني لكن ما لهاش علاقة بالمسألة الحسابية يعني هنا بيقول أن حمض اللاكتيك بيتكون في العضلات نتيجة للمجهود الكبير اللي أنت بتبدله هذا كله ما لهش علاقة بالمسألة لكن هذه معلومات عامة الآن المسألة بتبدأ من هذ ده فورميولا أيوة إذن هذي المسألة من هذي فورميولا اللي لا أكتك أسد هذي الفورميولا له C3 H6O3 السؤال بقول how many moles of كاربون وبعدين هاي دولوجين أتم وبعدين أكسجين أتم are represent in 1.2 مول من عينة اللاكتك أسد إذن هو في هذه المسألة عايز أنه يحسب عدد مولات الكربون الموجود في الصيغة وعدد مولات الهيدروجين وعدد مولات الأكسجين لكن المادي كلها أعطاني قيمة المول تاحها وهي عبارة عن 1.2 مول إذن قديش عدد المولات الأكسجين والهيدروجين والكربون إذن هذا الكلام سهل جدا قديش أنا عندي كاربون عندي ثلاثة ضرات من الكربون إذن ثلاثة من واحد مول من الصيغة كلها إذن ثلاثة مول من الصيغة كلها أو ستة مول من الهيدروجين من الصيغة كلها واحد مول من اللاكتك أسد قديش أكسجين ثلاثة إذن ثلاثة مول موجود في الواحد مول من اللاكتك أسد عشان أحسب أحسب مسألة حسابية هو بده قديش عدد المول من كل واحد من هذه العناصر إذن سأقول 1.2 مول من اللاكتك أسد مضروب في الكونفيرشن فاكتور في الكونفيرشن فاكتور اللي هي 3 مول كاربون أتوم over 1 مول لاكتك أسد equal 3.6 مول كاربون أتوم ونفس العملية 1.2 مول من اللاكتك أسد قديش عندي عدد المولات الهيدرون لدينا نحنضرو بها 6 مول في الكونفيرشن فاكتور وعطلها سبعة وثنين وعشرة ونفس الطريقة واحد من 10 مول من اللاكتك أسد برضو قديش هتساوي من الأكسجين هقول اللي هو 3 مول من الأكسجين لكل واحد مول من الاكتك أسد ساوي 3.6 مول من أكسجين الآن هتكلم عن الكيميكال ده مول و كيميكال كالشكوليشن يعني علاقة المول بالحسابات الكيميائية علاقة المول بالحسابات الكيميائية طبعا زي ما تكلمنا وقلنا أنه المول لها علاقة بالبارتكلز والمول لها علاقة بالجرامز يعني هنا مول البارتكلز والمول ونحن المول البارتكلز بالعدد ومرة علاقة بالمس اللي هي الكتلة إذا كان لها علاقة بالعدد معنا إنه بدأ استخدم الأفوغادر وده كان لها علاقة بالكتلة بدأستخدم المولر ماس بدأستخدم المولر ماس حنيجي هنا حنشوف هذه الخارطة الموجودة اللي قدامك هذه الخارطة اللي ممكن إحنا نستخدمها في حل المسائل الكيميائية بتاعتنا هذه بسموها خارطة الطريق بسموها خارطة الطريق يعني هي الخارطة اللي احنا ممكن نمشي عليها في حل أي مسألة يعني ها نلاحظ عشان أحول من بارتيكلز إلى مولز معناها بدأستخدم وبالعكس كمان نفس العملية ولو أنا بدأستخدم العلاقة ما بين المول وما بين الجرام هستخدم المولر ماس إذن المولز إلو علاقة بالبارتيكلز إستخدم أبو قدروز نمبر وعلاقة بالجرامز هستخدم المولر ماس نفس العملية بي المولز للبي إلو علاقة بالبارتيكلز وهذا أبو قدروز نمبر وعلاقة بالقتلة وهذا يستخدم المولر ماس لو أنا بدأي يكون عندي مادة من A و B مكونة معناه أنه أنا بدي أربط بين الاثنين يعني عدد مولات ال B وعلاقتها بعد عدد مولات ال A وعلاقتها بعد مولات ال B بدي أستخدم ما يسمى الفورميولا سبسكريبتز الفورميولا سبسكريبتز اللي راح نتقدمنا عليها من شوية والآن إن شاء الله حوضحها بشكل أكبر في المسائل أيضا لو كان عندي مولز أوف كومباونز لو كان عندي مولز أوف كومباونز أنا مول أوف بارتيكلز لو اعتبر أنه البارتيكلز الموجودة عندي المولز أوف كومباونز اعتبر عندي مركب عدد مولاته بيستخدم كيميكال فورميولا سبسكريبتز اللي هي عشان تعطيني مولز أوف إليمينز وذن أوكومباونز وهذا اللي احنا مستخدم اللي هي احنا متكلم عليها اللي قلت لك قبل شوية اللي هو الفورميولا سبسكريبتز سبسكريبتز اللي هو عدد موجود بجانب ضرة العنصر لأسفل بأسفل جانب ضرة العنصر هذا الكلام ان شاء الله حن الآن نوضحه في المسألة القادمة يعني مثلا أنا فيتامين سي هاز تفورميولا سي سيكس اتش ايت او سيكس كالكوليت لنمبر فيتامين سي مولوكولز إذن ماذا تحسب أنت الجزيئات إذن تحسب عدد عدد جزيئات الفيتامين سي الموجود في كمية مقدارها زيرو بوينت تو فايف جرام من قرص الفيتامين سي من قرص يعني عندك قرص فيتامين سي هاي الكتلة بتاعته بالساوي 250 من الف جرام بدك تحسب لي قديش عدد الجزيئات من الفيتامين سي الموجودة إذن العلاقة هنا مرتبطة ما بين عدد جزيئات مع كتلة عدد جزيئات مع كتلة إذن الحل هاي لازم يبدأ step one the given quantity ال quantity الموجودة عندي من مادة فيتامين سي and that desire the quantity in is molecules of كذا c6 h8 o6 إذن كل 250 من الف جرام من فيتامين سي حيساوي كديش من عدد جزيئات الفيتامين سي كديش عدد جزيئات الفيتامين سي إذن الآن هنيجي نأخذ اللي هو العلاقة حسب خارطة الطريق الroadmap حسب الroadmap اللي احنا اتكلمنا إذن هنا في علاقة بين إجرامات وبين عدد بين إجرامات وبين عدد إذن عشان أنا أحسب الإجرامات والعدد تعال نشوف يعني هنا هنا لاحظ إجرام وعدد إذن لازم أمش بخارطة الطريق في هذا الاتجاه وأنا عندي مادة واحدة طبعا إذن أقول للمادة اللي هي عندي طبعا فيتامين سي عدد المولات من فيتامين سي قديش يعطيني البارتكلز من فيتامين سي إذن هستخدم هذا الجزئية من خارطة الطريق الroadmap يعني بالضروري أنا أستخدم كل الroadmap لا أنا هستخدم ما أحتاجه في المسألة من الroadmap إذن قد أخذ هذا الجزء بس أحيانا ممكن أخذ هذا الجزء كامل أحيانا ممكن أخذ هذا الجزء كله لحاله إذن إحنا قديش بنحتاج ممكن أخذ هذا الجزء كمان لكن هذا كله بيترتب على إيش هو المطلوب إذن إحنا مطلوب عنا هو أعطاني جرامات وبيدو بارتكلز إذن لازم أمشي هذا الطريق شوف الآن إذن جرامز أو إيه إذن هذا المعطى لازم يكون في البداية المطلوب يكون في النهاية إذن جرامز عشان أحوله لمولز والمولز أحوله لبارتكلز إذن جرامز عشان أحوله لمولز إذن لازم أستخدم المولر ماس لأنه المولر ماس الكتلة المولية لها علاقة بالكتلة والأفوغاذلوز نمبر له علاقة بالعدد له علاقة بالعدد إذن هذا الجزء من خارطة الطريق الرود مابي اللي إحنا هنستخدم الآن هعوض عن عدل الدقرامات زي ما أنت شايف المولر ماس للفايتامين سي لازم أحسبه لكن أقول كل واحد مول من الفايتامين سي حيعطيني 176 و14 مية جرام من فيتامين سي طبعا أنا حسبت الكتلة المولية بتاعته حسبت كل واحد مول منه قديش الكتلة المولية بتاعته حسبت الكتلة المولية زي ما أنت طبعا عارف كيف حسبت 6 في 12 زي 8 في 1 زي 6 في 16 وحسبناها القيمة اللي أنت شايفها هنا إذن وكمان لازم نكون الفاهم إنه إحنا أخذنا هذا إنه المول فوق بش لجرام هات الفوق ليش عشان أقدر أختصر لأنه هو عايز إيش الآن أختصر لجرام مع لجرام لأنه أنا في النهاية بدي بارتيكلز إذن لجرام بهمني بش لجرام إذن لجرام حيروح مع الجرام مضروب في التحويل ما بين المولز وما بين البارتيكلز إذن هستخدم الأبوغادروز نمبر قديش أبوغادروز نمبر بساوي 6.2 من 100 في 10 أو 23 إذن هذا لازم يكون فوق ليش لأنه إحنا محتاجين بارتيكلز وأنا بدي بارتيكلز إذن هذا البرتيكلز اللي أنا لازمني هذا البرتيكلز الوحدات مع بعض إجرام مع إجرام ومول حيروح مع مول من ضل عندي ضل عندي الموليكولز إذن هذا بعد عملية الاختصار ستلاحظ يعني شافين الأرقام خليناها لحالها اللي هي نفس اللي هو 250 من 1000 ضرب 1 ضرب 6 و2 من 10 أو 23 على اللي هو 176 و14 من 100 مضروب في واحد والكل ضل عندي بس الوحدة هذه الموليكولز لل فيتامين سي بعد عملية الضرب سنطلع بالنتيجة الموضحة هنا بساوي عدد المولاد 58 و54 من 100 في 10 أوس 20 جزء من فيتامين سي السؤال هذا حقول هاو هاو مني جرام أوف نيتروجين آر بريزن إذن هو عايز عدد لجرامات المرة عايز عدد لجرامات من النيتروجين الموجودة في سام بالمقدار هاو واحد من 10 جرام من الكافين آآ الموجود طبعا في الشاي والصيغة الجزائية للكافين هي سي اتش تين انتو أو تون آآ برضو نفس العملية يعني في العلاقة لكن هذا العلاقة هو بده فقط النيتروجين من هذا المركب فقط النيتروجين من هذا المركب إذن حيكون في عندي A وفي عندي B حيكون في عندي A وعندي B إذن هنا بدي أضطر أستخدم اللي هو مين اللي هو الجزء من خارطة الطريق يعني إجرام وفي النهاية هو بده إجرام يعني عدد في هذا الاتجاه من خارطة الطريق هذا الكلام طبعا اللي انت شايف ه في المسألة. اذا اجرامز اف ايه. عشان احوله لمولز مولر ماس. عشان احول مول الى مول احتاج الى الفورميولا سبسكريبتس. ومن مولز الى اجرامز اف بي ما احتاج برضو الى مولر ماس. تعالي نشوف هذا الكونفيرجين فاكتور استيب از. اذا كله اعتمد على الكونفيرجين مش انفقته. قديش عدد جرامات الايه? طبعا عدد جرامات الايه دائما الايه هي الشيء المعطى. باطلق عليه ايه? والشيء المطلوب باطلق عليه بيه. اذا هنا الشيء المعطى عدد جرامات من العينة. اذا العينة قديش عدد جراماتها? بساوي واحد من عشرة او عشرة من مية جرام من الكافين. اه عشان احولها لمولات. بدي اضربها في المولر ماس. اذا كل واحد مول من الكافين بساوي المولر ماس تعته. ضرب. قديش عدد النيتروجين في الصيغة كلها? عدد النيتروجين ستشايف اربع. اربع ضرات من النيتروجين الموجودة في هذه الصيغة الكليه لكافين. اذا وهذا هو اللي احنا بنقول عنه. هذا هو اذا الاربع هذه السبسكريبت الاثنين العشرة الثمانية. هذه كلها تعتبر السبسكريبت. اذا هنا الفورميولا السبسكريبت اللي هو موجود اربع من النيتروجين لكل واحد مول من الكافين. اربعة مولز من النيتروجين. كل واحد مول من الكافين مضروبة في قديش أنا المطلوب عندي اجرامز اوف بي اجرامز لالبي اجرامز لالبي معناه بدأ جيب الوزن الذري للنيتروجين لكل واحد مول يعني كل واحد مول من النيتروجين يعطينا اربعة عشر واحد من مية اجرام من النيتروجين وهذا القيم الموجودة طبعا الوزن الذري الموجود لنيتروجين في الجدول الدولة بعدين منيجي مناختصر الوحدات مع بعض اجرام بتروح مع الاجرام والمول بروح مع المول ويعني طبعا هنا برضو المول حيروح مع المول وحيضل عندي في النهاية اللي هو العشرة من مية في واحد في اربعة في اربعة عشر واحد من مية على مية واربعة وتسعين ستة وعشرين من مية على واحد في واحد عفوا في واحد لكن مين اللي يضل عندي هنا مختصرتهش اللي هو الاجرام لانه انا ببحث عن اجرام اوف بي اذا بعد عملية الاختصار الاختصار هتطلع عندي الشكل بهذه الصورة وكلها فاعطيني اجرام للنيتروجين اذا في النهاية حيستوي عندي عدد جرامات النيتروجين اللي هو تسعة وعشرين من الف جرام من النيتروجين الان يعني هنتكلم عن وهذا ان شاء الله هتركها في محاضرة اخرى بمشيئة الله تعالى وإلى هنا نستودعكم الله ونترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة